اهلا بكم من جديد استعدادا للانتخابات النيابية والتي ستجرى في منتصف الشهر الجاري أدل المغتربون اللبنانيون بأصواتهم في المرحلة الثانية من تصويت المغتربين هذه الانتخابات يتنافس فيها 103 قوائم تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين جرت في 48 دولة في حين جرت المرحلة الأولى في 10 دول ويبلغ عدد المغتربين المسجلين في الوائح الاقتراع نحو 194 الف ناخب إلا أن الرقم يعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم وبعد انتهاء عمليات تصويت ستنقل صندوق الاقتراع إلى لبنان بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة وسيتم إيداعها بالبنك المركزي لحين موعد إجراء الانتخابات في 15 مايو الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد أن العملية الانتخابية تسير على ما يرام مع مراعاة بعض الخروقات والتجاوزات متمنيا أن يتم انتخاب مجلس النيابي بدون أي مشاكل أو اعتراضات من أين يمكن لمعركة التغيير أن تبدأ؟ وما هو تأثير أصوات المغتربين فيها؟ وهل تحقق هذه الانتخابات مشاركة أعلى بين الناخبين لتعكس حجم المعاناة التي يعانون منها؟ جانب مهم من صراع الانتخابي يتركز على المقاعد التسعة وعشرين التي يسيطر عليها التيار الوطني الحر بقيادة الرئيس ميشيل عون وصهره جبران باسيل الصراع يحتدم بين هذا التيار وبين منافسيه الرئيسيين القوات اللبنانية وحزب الكتائب الذين يمتلكان في البرلمان الحالي تسعة عشر مقعدا فقط ويلعب نحو ربع مليون مغترب دورا مهما في ترجيح كفة طرف مسيحيا على آخر إلا أن المعركة الحاسمة تجري في لبنان حيث تنكشف المعاناة بأجل صورها بين ناخبين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين وستمائة ألف البرلمان الذي يتألف من مائة وثمانية وعشرين مقعدا لن تتغير صورته ما لم تتمكن التحالفات المناوئة لسلطة العهد من كسر أغلبيته النسبية الراهنة وتقوم هذه السلطة على التحالفات بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر انسحاب تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري من الانتخابات ترك فراغا كان يتعلق بمصير واحد وعشرين مقعدا وتأمل القائمة التي يقودها الرئيس فؤاد السينيورا أن تملأ هذا الفراغ بين أبناء السنة لأنهم مثل المسيحيين تحولوا إلى ضحية خالصة لسياسات العهد وفشله الاقتصادي تحتاج القوى المعارضة أن تستجمع أغلبية تتألف من خمسة وستين مقعدا على الأقل لكي يكون بوسعها أن تكون قوة تغيير كما تحتاج إلى مشاركة انتخابية أوسع لتعكس حال جهنم التي دخلوا إليها منذ انتفاضة أكتوبر عام 2019 ومن بعدها انفجار مرفأ بيروت الأمل بالتغيير ما زال ممكنا إذا ما كسبت قائمة السينيورا والمستقلين المقاعد التي أخلاها تيار المستقبل وتمكن تحالف القوات اللبنانية والكتائب من إضعاف مواقع التيار الوطني الحر ونجح المعارضون الآخرون في المحافظة على مراكزهم الطبيعة الطائفية للانقسامات السياسية في لبنان تحد من قيمة الانتخابات على المستوى الوطني وتحصر المتغيرات فيها بما يجري داخل كل طائفة ولهذا السبب فإن الوجهين الرئيسيين للمعركة يتركزان بين المسيحيين والسنة قسط المغتربين محدود في هذه المعركة ولكنه ككل قسط آخر قد يثبت أنه مهم في لعبة توازنات داخلية حرجة مشاهدين نبدأ نقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي ينضم إلينا من باريس أستاذ ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس أهلا بك معنا أرحب أيضا معنا بالسيد ردوان عقيل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت أهلا بكما أبدأ معك أستاذ ميشيل بداية كيف تبدو نسب الإقبال على صندوق الإقتراع في الخارج؟ هل تعكس حالة امتناع وإحجام عن التصويت أو حماسة في الخارج؟ نعم في الواقع الفرنسيون كان في العاصمة أو في المدن الأخرى كانوا مندهشين هذا اليوم منذ أن بدأ اللبنانيون يتوجهون بكثافة إلى صندوق الإقتراع مثلا في الدائرة الخامسة عشر من باريس حيث تقيم أكثرية لبنانية كان هناك صف طويل من عدة مئات من الأمطار هذه ملاحظة أولى وملاحظة ثانية أن لبنانيين هذه المرة وهذا شيء تجدر الإشارة به كانوا منتظمين بمعنى أن أحدا منهم لم يسعى للتذاكي على من واقف قبله أو الالتفاف على الصف الذي ينتظر من أجل الإقتراع هذه ملاحظة ثانية الملاحظة الثالثة وفق أرقام وليست أرقام نهائية بالطبع وفق أرقام السفارة اللبنانية في الساعة الخامسة من بعد ظهر هذا اليوم كانت نسبة الإقتراع تصل إلى 50% وتتوقع أوسط السفارة أن تصل نهائيا إلى حوالي 60% وإذا كان ذلك صحيحا فإنها نسبة جيدة جدا وأيضا يجب أن نشير إلى أن صناديق الإقتراع المراكز للانتخاب ستقفى في العاشرة مساء وهذا غير معهود مثلا في الانتخابات الفرنسية أكانت رئاسية أو غير رئاسية تقفى صناديق الإقتراع أقصى حد هو الساعة الثامنة إذن هناك عمل جيد تم هنا في باريس من أجل توفير مراكز الإقتراع وأقلام الإقتراع وتجييش ما لا يكل عن 300 إلى 400 شخص للإشراف على الانتخابات أكان ذلك من الدبلوماسيين أو من القناصل أو العاملين في السفارة اللبنانية والكونسولية واليونسكو وكونسولية مرسيليا وغيرها يبقى السؤال وأعتقد أنك ستأتينا إليه سريعا هل انتخاب اللبنانيين المقيمين في فرنسا سيكون فاصلا بالنسبة لنتاج الانتخابات بداية هناك ملاحظة أولى أن عدد المسجلين أقول المسجلين على اللواحة الانتخابية في فرنسا هو الأكبر في أوروبا وهو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث ليس هناك فارق بين فرنسا وولايات المتحدة إلا 150 صوت إذن أصوات الناخبين في فرنسا مهمة خصوصا في الدوائر التي ستعرف تنافسا حادا في لبنان وبالطبع أن أشارة الرأي من كتب تقريركم الذي أعتبره تقريرا جيدا أن المتخبين في بلدان الانتشار لهم تأثير ولكن هذا تأثير ضعيف جدا يعني مجمل الناخبين في لبنان يصل إلى ما يقول قليلا عن أربع ملايين ناخب ونحن هنا اليوم أمام أقل من 200 ألف ناخب وبالتالي الرقم الحاسم بالطبع الرقم الصعب هو ما سيحصل في لبنان في الأسبوع القادم إذا كان هذا الإقبال كذلك أستاذ ردوان أجدد ترحيب بك معنا بهذه الكثافة كيف سينعكس باعتقادك هذا الإقبال إذا كان وصل إلى 50 أو هناك توقعات كما أشار أستاذ ميشيل أن يصل إلى 60% إلى مصدقة هذه التوقعات كيف سينعكس على الإقبال للبنانيين في الداخل باعتقادك أولا لابد من الإشارة إلى أن الناخبين في الخارج قدموا صورة جميلة عن طبيعة المواطن اللبناني والتنافس السياسي رغم حدة الخطابات الطائفية والمذهبية من بعض الأطراف نتيجة الحماسة الانتخابية لكن في الشكل العام في فرنسا وفي كل الدول العربية والغربية كانت الانتخابات جيدة بالتأكيد هذه الحماسة التي شهدناها عند الناخبين في الخارج ستنعكس إيجابا على الناخب المقيم في لبنان نظرا إلى حساسية التنافس بين الأفريقاء لكن ما أريد أن أقوله أن صحيح التأثير الأكبر يكون إلى الناخب في الداخل لكن في بعض الدوائر وتحديدا في الدوائر المسيحية قد يكون الفوز وكسر الحواصل على مئات قليلة من الأصوات لذلك نرى القوات اللبنانية والطائر الوطني الحر وحزب الكتائب والمجتمع المدني يجاهدون للحصول على حفنة من الأصوات للاتصال مع أي عائلة بغية الفوز بهذه الأصوات التي ستفيدهم في الحاصل الانتخابي في زحلي في كسروان في جبيل في الشمال الثالثة في أكثر من مكان في بيروت الأولى لكن الملاحظة الأساسية أن الناخب المسيحي كان هو المتحمس الأول لهذه المشاركة في الخارج أقول أن المسلمين شاركوا لكن علينا أن نعترف هناك مجموعة من الناخبين اللبنانيين وتحديدا من الطائفة الشعية لم يشاركوا في هذه الانتخابات على العكس ما حصل في ألمانيا وبعض الدول الأفريقية يعني في بعض البلدان العربية لم يشارك هذا الناخب للأسباب الخاصة لكن يوم الأحد المقبل هو اليوم الكبير للانتخابات في لبنان سنرى تحديدا داخل البيئة الشعية وداخل البيئة المسيحية فضلا عن الدروز أرقام كبيرة على العكس الحال التي تعيشها الطائفة السنية نتيجة عزوف الرئيس الحريري عن المشهد النيابي وعدم المشاركة رغم كل الدقوط التي تلقاها الرجل أنا لا أفاجأ إذا قلت أن هناك مقاطعة سنية ستكون تحديدا في المدن في بيروت وفي طرابلس وفي بصيدة لأن هذه الفئة وهذا المكون يعتبر نفسه أنه ظلم نتيجة ما قام به الحريري نتيجة الضغوط التي تواجه على الطائفة السنية لكن في المحصلة لابد من حصول هذه الانتخابات على العكس كل الذين كانوا يشككون بأن هذا الاستحقاق لن يحصل أن هذا الفريق أو ذاك سيتهرب من هذا الاستحقاق على العكس الانتخابة حصلت في الخارج وستحصل يوم الأحد المقبل لكن زميلتي لابد من الإشارة إلى أن قانون الانتخاب قبل الحديث عن قانون الانتخاب يحمل السم في طياطة نعم سأعود إليك للإشارة فيما يتعلق بقانون الانتخاب ولكن حتى نبقى في إطار نسب الإقبال وأعود إليك هنا سيد ميشيل هل بالفعل تقتصر نسب الإقبال بكثافة على مكون بعينه وهناك إحجام من قبل المكون السنية على هذه الانتخابات وبالتالي هذا الغياب والعزوف لسعد الحريري عن هذه الانتخابات هل يعني معه عزوف من الطائفة السنية وعدم المشاركة في هذه الانتخابات وكان هناك العديد من التحذيرات حول ذلك نعم بالطبع الجميع يعلم كم أن الكلام الذي صدر عن الرئيس الحكومة السابق كان له وقع على طيار المستقبل وعلى الطائفة السنية بشكل عام نعم ولكن للأمانة لا نستطيع اليوم وفي هذه الساعة بالذات أن نقول أن السنة انتخبوا أقل من الشيعة وأن المواردين انتخبوا أكثر من الكاثوليك هذا غير ممكن خصوصا في بلد فرنسا لأنه إذا أردنا أن نجري دراسات إحصائية أو استطلاعات للرأي هذه استطلاعات ممنوعة إذا جاءت على أساس المذهب أو الانتماء وبالتالي كل ما يمكن أن نقوله هو بمثابة تحليل أو تقدير بأفضل حال ملاحظة أولا الملاحظة الثانية حقيقة الأمر أن هذه النسبة العالية التي أعتقدها عالية بناء على ما سمعناه من أوساط السفارة اللبنانية وبناء على مشاهداتنا لأننا تنقلنا اليوم في باريس ومدينة بيرساي وغيرها من مراكز الاقتراع هناك زحمة حقيقة هناك زحمة وهناك إعجاب وإنذهاش من الفرنسيين إذاء اللبنانيين الكثيرون منهم كانوا يتوقفون أمام هذه الصفوف المنتظرة ويسألون ما هو حاصل ما هي أهمية هذه الانتخابات ما هي إنعكساته على الوضع اللبناني ونحن نعي أيضا أن الفرنسيين يهتمون بشكل خاص من بين كل البلدان العربية أعتقد أن لبنان هو مصدر الاهتمام الأكبر بالنسبة للفرنسيين بسبب الروابط التاريخية بسبب الضور الذي لعبه الرئيس ماكرون بزياراته للبنان مرتين بسبب المساعدات التي قدمتها فرنسا بسبب استمرار الضور أكان ذلك مع المملكة السعودية أو مع دول أخرى إذن هناك اهتمام النقطة الثالثة اليوم هذه الانتخابات تأتي في مرحلة بالغة الدقة بالنسبة للبنان وبنسبة للبنانيين تأتي من مرحلة انهيار تام أكان ذلك على الصعيد المالي أو الاقتصادي أو الصحي أو التعليمي وأيضا لابد أن نذكر الانفجارية المرفأ الذي جعل نصف بيروت تصاب وأن 80% من اللبنانيين يعيشون على حافة الفقر مع انهيار وتراجع الطبقة المتوسطة التي كانت تشكل حقيقة الخزان العلمي والفكري بالنسبة للبنان وأيضا لو رأينا مثلا في فرنسا إنعكاز ذلك بحسب أوساط السفارة أيضا يقولون في السفارة اللبنانية أن أعداد المسجلين لا أقول أن المسجلين المسجلين على اللواحة الانتخابية من اللبنانيين فرنسا تضاعف وهذا التضاعف وهذه الزيادة أحد أسبابها هجرة اللبنانيين وكان واضحا اليوم أن فئة الشباب هي الأكثر هي الأكثر ارتيادا لمراكز الاقتراع لما ينتظرونه من تغييرات طبعا يمكن أن نعود إليها هذا التوقع التغييرات الحقيقية في لبنان ممكن أم لا يمكن أن ننكر ذلك خلال هذه صحيح يعني أعود إليك أستاذ ردوان وأشرت إلى هذا العزوف الذي يعني يحصل على المكون السني أين ستذهب أصوات المكون السني إلى أين ستتجه هذه الأصوات ونحن نعلم أن المكون السني هو الأكبر طائفة في لبنان ولديها أكبر عدد من الناخبين ومن قد يستفيد من هذه المقاطعة باعتقادك صحيح لا نستطيع أن نستبق حصيلة الانتخابات والنتائج في الخارج لكن الانتخابات التي حصلت في البلدان العربية لم تشير إلى إقدام الناخب في بيروت وفي ترابلس وفي سيدة من أبناء الطائفة السنية الكريمة إلى مشاركة كبيرة هذا ما أظهرته الماكينات واللحصاءات والأرقام التي وصلنا إليها لكن في تقديري أن التشزي الحاصل داخل الطائفة السنية يدر الطائفة أولا ويدر كل اللبنانيين أي بمعنى عند إقدام مكون أساسي وطائفة مؤسسة في لبنان وفي النظام اللبناني في حجم الطائفة السنية هذا الأمر سينعكس سلبا على كل الطوائف رغم كل الضغوط التي تمارس على الرئيس الحريري أنا في تقديري أن الرجل لن يبدل رأيه ويبقى على موقفه الأصوات التي لن تصوت في الانتخابات والمحسوبة على قواعد طيار المستقبل بالتأكيد لن تتوجه إلى القوات اللبنانية رغم كل الدعم ورغم كل الغزل الذي نسمعه من معراب من سمير جعجع حيال الطائفة السنية لن ينفع أن في تقديري كل مبناء سمير جعجع في السنوات الأخيرة مع هذا المكون ومع هذه العلاقة التي رسقها الرئيس الحريري لن تستفيد منها القوات اللبنانية الحزب التقدم الاشتراكي قد يستفيد مثل هذه الأصوات وفي المناسبة أن مجموع أصوات الطائفة السنية على سبيل المثال في دائرة أشوف في زحلي في الشمال الثالثة في أكثر من مكان بحاجة النائب المسيحي إذا أراد وإذا صمم على الفوز أن يحصل على أصوات الطائفة السنية لكن أنا في تقديري وليس استباقا لاستحقاق يوم الأحد المقبل أن العدد الأكبر من السنة لن يشاركوا في هذه الانتخابات هذا الأمر ستستفيد منه اللوايح التي تترأسها شخصيات سنية قد يستفيد من هذا الأمر سناي أمل وحزب الله في دائرة بيروت الثانية على سبيل المثال دائرة بيروت تواجه التي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة لائحة مفككة غير قادرة تتعمل بأجنحة متكسرة حتى آخر المعلومات تقول أنها لن تستطيع أن تصل إلى حاصل واحد أي بمعنى ما فعله الرئيس فؤاد السنيورة أدر بالطائفة لأنه لم يلتزم بالموقف الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري من حق الرجل أن يشارك لكن حجره الانتخابي كان كبيرا على مستوى بيروت ولم يؤثر داخل البيئة السنية ولكن في تقديري لو وصل كل نواب السنة من خارج فلك المستقبل النواب السبع وعشرين يبقى الرئيس سعد الحريري الزعامة السنية له في أي مؤتمر في أي لقاء وطني لابد من العودة إلى الرئيس الحريري أي بمعنى الجهات في الخارج والجهات في الداخل التي كانت تقول أنه بسهولة إزاحة هذا الرجل عن مشهد الزعامة السنية أنا في تقديري وصلت إلى نتيجة خاطئة بدليل أنها تسترد الرجل تقول له على الأقل أن يصدر بيانا إعلاميا ويقول أنه يؤيد العملية الانتخابية ويزكي فلان أو يزكي هذه ولكن لم نشهد ذلك لكن الرجل ناقن على موقع لم نشهد ذلك وأستبعد هذا الأمر يعني أنا من خلال المعلومات أملكها من حلقة الحلقة الديقة من عند الرئيس الحريري لن يقول الرجل شيئا حتى لو قال هذا الأمر طواعد المستقبل تضررت من القوات اللبنانية لأنه تم التعامل معها أقولها بكل صراحة الطائفة السنية تقول للجهات الخارجية والجهات العربية تحديدا لماذا تقدمون سمير جعجع ووليد جنبلاط على زعيمنا سعد الحريري وأي تدعيات هذا هو موقف الطائفة السنية وطواعدها سيد ميشيل هل المطلوب العزوف أم الدعوة للمشاركة في الانتخابات بالنظر إلى هذه التحديات وجملة التحديات التي يعيشها لبنان اليوم وفي ظل هذه المقاطعة التي نشهدها لأكبر طائفة ومكون في البلد هل هذه الانتخابات يمكن أن تحدث تغيير حقيقي أم ستعود بذات الوجوه مجددا باعتقادك نعم أشكرك على هذا السؤال المزدوج لأن أعتقد أنه هو الأساس هو في قلب العملية الانتخابية في لبنان بداية علينا أن نقول وهذا يفترض أن نشدد عليه أن هذه الانتخابات التي تجري قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية هي التي ستحدد مصير الرئاسة في لبنان والجهة التي ستكسب هذه الانتخابات ستكون لها الأكثرية في الندوة البرلمانية القادمة ستكون هي الممسكة بالسلطة التشريعية والممسكة أيضا بالسلطة التنفيذية وبالتالي بكل مفاصل الدولة اللبنانية إذن اليوم هذا المعطى هو الذي يفسر حدة المعركة الانتخابية نحن نعلم أن المعاركة الانتخابية في لبنان كانت دائما حامية لكن هذه المعركة بذات بالنظر للوضع الذي يعيشه لبنان بالنظر للإنهيارات المتكاثرة بالنظر لغياب أي أفق حقيقي للخروج من هذه الأزمة هذا يمثل ربما الضوء الوحيد في آخر النفق من أجل بداية التغيير نقطة أولى النقطة الثانية هناك خيبة كبرى هذا سمعناه اليوم من الأشخاص اللبنانيين الذين التقلناهم بعد خروجهم من صنيق الاقتراع الخيبة الكبرى تكمن إزاء المئات الألاف مئات الألاف من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ شهر أكتوبر 2019 والذين نزلوا إلى الشوارع أيضا بعد انفجارية المرفأ وكان هناك رغبة لبنانية نذكر هنا أن المشاهد التي رأيناها في تلك المناسبات كانت رائعة للغاية هناك كان شعب النبض هذا الشعب الذي هو الشباب كان في الشارع ويطالب التغيير وشعار كلهم يعني كلهم لم ينسه أحد ولكن عندما استحقت الانتخابات ما الذي وجدناه وجدنا أن هناك تشرزما بين الفئات التي كانت في الشارع كل فريق عاد إلى فريقه وبالتالي في 15 دائرة انتخابية في لبنان هناك 57 لائحة من المجتمع المدني أو من الحراك المدني وبالتالي هذا يبين أن الأمل الكبير بالتغيير الذي كان يفترض أن يأتي من هذه الفئة من الناخبين ومن هذه الفئة من المرشحين هذا الأمل ضعفة لماذا ضعف لماذا فشلت لماذا فشلت هذه القوى التي انبثقت من 17 من 20 ورحرك المدني وكان يعول الكثير عليها نعم هناك أسباب كثيرة للفشل أعتقد أن السبب الأول أن هذه الفئات التي نزلت إلى الشارع جاءت من منابع أو مشارب مختلفة يعني هذه المشارب كان من الصعب عليها أن تتوافق حول برنامج موحد نقطة أولى النقطة الثانية وهي الأهم في نظري أن هذه الشخصيات شخصيات المجتمع المدني ومنها الكثيرين ومنها الكثيرون الذين شخصيا أكنوا لهم الاحترام لأنهم طرحوا أفكار وطرحوا مشاريع وطرحوا برامج ولكن ما يسمى الإيجو باللغة الفرنسية أي حب الذات وحب الظهور أعتقد أن هذا كان سببا في هذا التشردم والسبب الثالث أن الطائفية في لبنان لم تختفي مع نزول مئات الألاف من الناس إلى الشوارع هذه الطائفية أو المذهبية ما زالت متجدرة ولدى كل استحقاق سياسي نجد أنها موجودة وبالتالي كانت تغلب عليها من أجل إطلاق لوائح عابرة للطائف بالمعنى الجدي بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس فقط أن نضع عدة أسماء على ورق ونقول هذه اللائحة مرشعة هذا لم يحصل حقيقة وأعتقد أن زميل بيروت يمكن أن يضيف إلى مرحب على ضوء ذلك بأتقادك سيد ردوان هل ستغير هذه الانتخابات في المشهد النيابي الكثير أم ستعيد إنتاج ذات المنظومة نفسها بالطبع ألتقي ما قاله زميل لسيد ميشيل في هذا الخصوص أن التغييرين لن يحدثوا إلا كتلة صغيرة داخل مجلس النواب المشكلة الأساسية أن الخلافاتهم الداخلية وعدم تنظيمهم أدى بهم إلى هذه الخلاصة لكن علينا أن لا نغفل مقامت بها السلطة والأحزاب التقليدية والعائلات السياسية في التضييق على هذا المجتمع المدني وعلى هذه الجمعيات التي تحركها جهات خارجية وأنا لا أشكك بوطنية الكثيرين منهم الذين قدموا برامج إصلاحية لكن جملة من الأمور وجملة من العقبات أدت إلى هذه الخلاصة من هنا مفتاح المجلس سيبقى في أيدي الأحزاب التقليدية وفي أيدي العائلات السياسية ولسيما في البيئة المسيحية وعائلات سياسية السنية التي عادت للظهور ولسيما بعد عزوف الرئيس الحريري لكن لابد من الإشارة إلا أن هذا القانون الانتخاب الحالي الذي يحمل في طياط بعض النسبية وإنما هو قانون يحمل السم في نفسه نتيجة هذا القانون الذي لا يطبق النسبية الكاملة لأنه يقوم على المذهبية والطائفية لذلك عذرا على القول نحن لم نشهد انتخابات ديمقراطية عقيقية إنما نشهد انتخابات بين قبائل لبنانية بالأحرى ليو جرجة لبنانية شكرا جزيلا لك انتهى الوقت أعداد رمك الـ 128 في الانتخابات الحالية أستاذ ردوان عقيل الصحفي والمحلل السياسي من بيروت شكرا جزيلا لوجودك معنا كما أشكر أيضا سيد ميشيل أبو نرجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس شكرا لكم مشاهدين بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم في بالمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة